نفذت القوات البحرية المصرية ونظيراتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة تضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على التدريب على تبادل الموقف العمليتي بمصرح العمليات البحرية المشترك والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغراد مجابهة التهديدات الخاصة بتضفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات ويسهم التدريب في تبادل الخبرات المشتركة مع قوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين بما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر